السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع هناك أنباء مبشرة من ألمانيا وهي أنه نسبة امتلاء خزانات الغاز العملاقة الموجودة بألمانيا وموجودة أيضا تحت الأرض وصلت إلى نسبة تقريبا مئة بالمئة وهذه بحد ذاتها أرقام تاريخية لم تصل إليها ألمانيا حتى قبل وقت الأزمة وهذا يدل على أنه سياسة الحكومة الحالية التي اتخذتها لأجل ملء الخزين قد نجحت وأن الناس قد تعاونوا أيضا بتقليل صرف الغاز عن طريق تقليل استهلاك الهايتسونغ وتقليل استهلاك الكهرباء وهذا الأمر يعني بالإضافة إلى ذلك ساعد أيضا التقص الذي كان دافئ بشكل تاريخي من الناحية الأخرى تمكنت ألمانيا من إنجاز شيء عظيم بوقت قياسي وهو بناء أول ميناء أو أول رصيف في مدينة فيل هلمس هافن بنيدا زاكسن لأجل تفريغ الغاز الطبيعي المسال من ناقلات الغاز أو السفن العملاقة التي تنقل الغاز الطبيعي المسال وتعتبر ألمانيا الآن أول دولة أوروبية شرعت ببناء رصيف للغاز بعد حرب أوكراني لأن كل الدول كانت معتمدة بشكل كبير جدا على روسيا ولا تحتاج إلى هذه الأمور الآن بالإمكان جلب الغاز بسهولة من دول أخرى بعيدة مثل أمريكا وقطر وكندا وغيرهم وتفريغه بسهولة وبسرعة كبيرة جدا كل هذه الأمور والدلائل تشير إلى أننا سنتجاوز الشتاء دون حصول أزمة ودون حصول انقطاع بالتيار الكهربائي أو بالتدفئة طبعا هذا لو بقيت الأمور على الوضع الحالي من استمرار توريد الغاز من هذه المصادر الجديدة ومن تعاون الناس والاقتصاد باستهلاك الطاقة طبعا هذا الأمر على الرغم من أنه أسعار الغاز زادت أربعة أو خمسة أضعاف عن السعر القديم ولكن الأزمة بطريقها للاستقرار موضوعنا الآخر أصدقائي السلاح الاقتصادي الذي لا يعرفه الكثيرين بألمانيا وهو الذهب لماذا هذا السلاح هو سلاح اقتصادي قوي تتمناه كل دول العالم أصدقائي ألمانيا لديها ثاني أكبر احتياط للذهب بالعالم وأفضل استثمار هو الذهب لأنه لو نزل اليوم وارتفع غدا فبالحسابات السنوية وعلى مر السنين فإن الذهب دائما بارتفاع سنوي مستمر عكس النقود الورقية وعكس الكثير من السلاح الأخرى تمتلك ألمانيا تقريبا 268 ألف سبيكة ذهبية وزنها الإجمالي يقارب 3.3 مليون كيلوغرام وله قيمة مالية هذا اليوم مقدارها 184 مليار يورو وبالمقارنة فإن أكبر بلد باحتياط الذهب هو أمريكا التي لديها 8100 طن من الذهب تليها ألمانيا بالمركز الثاني وإيطاليا ثم فرنسا وروسيا والصين وسويسرا وبالمقارنة مع عدد الذهب الموجود أو كمية الذهب الموجودة عند الدول وعدد السكان فهنا ستأتي سويسرا بالمركز الأول كون عدد سكانها قليل وكمية كبيرة وألمانيا قد تكون بالمركز الثاني بالنسبة إلى كمية الذهب وعدد السكان أمريكا بالمركز الأول ولكن لديهم 320 مليون نسمة وكمية الذهب كبيرة طيب إحنا سكان ألمانيا كمواطنين نحمل جنسية أو كمهاجرين مستقرين هنا أنا وأنت لا يوجد لدينا ذهب شنو ممكن يعنينا هذا الخزين من الذهب الموجود لدى ألمانيا الجواب بسيط أصدقائي كمية الذهب الكبيرة تعني أنه هناك ثقة بسندات الحكومة وهذا جيد للاقتصاد من ناحية أخرى إذا لا سمح الله خربت الأوضاع بالعالم أكثر وإنهارت عملة اليورو مثلا بالمستقبل إذا أصبح مثلا كل دولار يساوي 2 يورو فسيكون أمام ألمانيا خيار كي لا يصبح راتبك الذي الآن يساوي 3000 يورو كي لا تصبح قدرة الشرائي 1500 يورو سيكون أمام ألمانيا خيار الاستثمار بعملات أخرى طبعا هذا في حالات الطوارئ من ناحية أخرى لم يتم احتساب كمية الذهب عند السكان هذا فقط ما تملك الحكومة الفدرالية أما بالنسبة للسكان فلا يوجد إحصائية واضحة وثابتة ولكن يعتقد أن لديهم أكثر مما يوجد بالحكومة الألمانية بثلاثة أضعاف يعني لدى سكان ألمانيا أكثر من الخزين الاستراتيجي من الذهب الخزين الفدرالي بثلاثة أضعاف وهو تقريبا يمثل 6.2% من احتياط الذهب بالعالم يعني الثلاثة وثمانين مليون نسمة لديهم 6.2% مما يملك الثماني مليار نسمة الذين يسكنون بهذا الكوكب وهنا نرجو الإشارة إلى أن الذهب الذي نتكلم عنه هو ليس القلادة والحجل والخاتم بل سبائك الذهب التي يشتريها الناس ويخزنونها لأنها لا تفقد قيمتها بمرور الزمن عكس اليورو والمارك سابقا على سبيل المثال وتحديدا بوقت الكورونا لما بدأ التضخم ببدايته ولو بشكل بطيء بالبدايات لجأ الناس لشراء الذهب أفضل من احتفاظهم بأموالهم نتكلم عن من لديه ثروة موضوعنا الآخر أصدقائي هناك تساؤل كبير عند ملايين من سكان ألمانيا وملايين من سكان أوروبا من قام بتخريب خطوط الأنابيب الروسية التي تغذي ألمانيا وأوروبا بالغاز الروسي نورد ستريم واحد ونورد ستريم اثنين هناك الآن تقرير خطير يقدم معلومات عن الجهة التي قامت بتفجير الخطوط الروسية قد تكون هذه أصدقائي أكبر عملية تخريب وضرب بنا تحتية ربما بالتاريخ الحديث هناك شيء حصل بعد عام 2004 بعد 2004 وما فوق 2004 تم إصدار قانون ينظم الملاحة البحرية بالعالم وهو أنه أي سفينة وزنها فوق 300 طن بروتو يعني السفينة مع الحمولة وزنها 300 فما فوق يجب أن يتم عمل بها نظام ملاحة يحدد موقعها على الرادار والسفينة التي تخالف تشغيل نظام الرادار تحاسب أو تحاسب الشركة المالكة للسفينة بوقت تفجير نورد ستريم واحد واثنين تحديدا بالرابع والعشرين من سبتمبر الماضي رصدت محطة الفضاء الأوروبية تحرك مشبوه ببحر البلطيق تحديدا قرب جزيرة بورنهولم الدنماركية كان هناك سفينتين تطبق البروتوكول الذي تم إصداره بعام 2004 يعني كان تم شغل نظام الرادار رصدت من قبل الأقمار الصناعية ومحطة الفضاء الأوروبية بالرادار وفجأة قبل وقت التفجير بساعات اختفت السفن من الرادار ولا تزال مختفية حتى وقتنا الحالي يعني قبل وقت التفجير تم فصل نظام الرادار من هذه السفن وبعد ساعات حصل التفجير حجم السفينتين كما تبين صور الرادار كانت بين المئة وثلاثين متر إلى المئة متر وخبراء الملاحة البحرية يقولون أن هذا الأمر مستحيل أن يتم عمله بالسفن فإيقاف نظام الرادار بعالم الملاحة البحرية يشبه أن يقود أحدهم سيارته بالليل ويطفئ الأضواء والأمر هنا يرسم سيناريو هين سيناريو الأول قد تكون هذه السفينتين يعني عملت بحث واستطلاع قبل وقت التفجيرات لضمان عدم موجود سفن حربية أو سفن تجارية بالمياه المفتوحة السيناريو الثاني أنه قد يكون انطلق من هذه السفن بعد وقت قطع نظام تحديد المواقع قد تكون انطلقت منها غواصات درون صغيرة تحمل متفجرات انطلقت من هذه السفن إلى عمق سبعين متر تحت سطح البحر وفجرت خطوط الأنابيب نورستريم واحد واثنين يعني قد تكون الغواصة الدرون عبارة عن قنبلة موقوتة يتم برمجتها لتفجير الخطوط وبنفس الوقت حتى الآن لا يوجد دولة تحت المجهر مشتبه بها وقد تكون أي جهة هي مسؤولة مثلا قد تكون روسيا ضربت أنابيبها لضمان معاقبة الألمان لدعمهم للأوكران أو قد تكون أوكرانيا قامت بذلك لمنع مستقبلا تفاول الألمان أكبر الداعمين مع الروس لأجل عادة تصدير الغاز أو قد تكون أمريكا ضربته لضمان شراء الأوروبي للغاز الأمريكي المسال بأربعة ضعاف سعره أو بولندا قد تكون ضربته لأجل تحقيق مصالح استراتيجية مع ألمانيا والتحكم بالأنابيب التي تزود ألمانيا عبر روسيا يعني عبر أراضي بولندا أو قد تكون بريطانيا من ضربته حسب الرواية الروسية التي لا يزال الكريملين حتى هذا اليوم متمسك بها الموضوع الأخير أصدقائي تقريبا أربعة مليون موظف بألمانيا سترتفع رواتبهم ابتداء من العام القادم الوضع الصناعي الألماني كئيب جدا ويشهد أكبر انخفاض بالإنتاج منذ بداية عصر النهضة الصناعية بألمانيا والسبب أصدقائي ارتفاع سعر الطاقة وارتفاع سعر الطاقة خمسة أضعاف على المعامل الألمانية بالمقارنة مع المعامل الأمريكية والصينية بالتالي خسرت ألمانيا السباق بالمنافسة وأحد الأسباب هو حرب أوكرانيا وسبب آخر أيضا عامل مساعد بصعوبات الصناعة هو الحليف الأمريكي الذي يبيع ألمانيا الآن الغاز بأربعة أضعاف هذا الغاز تأخذ الشركات الألمانية بأربعة أضعاف ثمنة بينما أمريكا تبيع الغاز للشركات الأمريكية بسعر أرخص بأربعة مرات من الشركات الألمانية لذلك صار تفوق بالصناعات الأمريكية على حساب الألمانية الآن النقابات العمالية قامت بضغط كبير تحديدا بقطاعات الصناعات الكهربائية والمعدنية والنتيجة هي سيكون هناك زيادة بالرواتب قدرها ثمانية ونصف بالمئة فهل هذا خبر جميل أم هل هذا خبر سيء جدا أصدقائي الزيادات ستبدأ بنسبة 5.2% ستشمل 3.900.000 شخص يعمل بهذه المجالات ابتداء من الأول من يناير القادم 5.2% هي الزيادة ومن يونيو حزيران من عام 2024 ستكون هناك زيادة ثانية مقدارها 3.3% ليس هذا فقط بل الحكومة الألمانية أعطت إعاز لكل الشركات الراغبة بتقديم مكافآت مالية لموظفيها لأجل مساعدتهم بالتضخم وقالت لأرباب العمل من يريد أن يساعد موظفيه فنحن ما رح نقطع منه لا ضرائب ولا مساهمات بالتأمينات ولا بالضمان الاجتماعي وبالإمكان أن تكون المكافئة الاختيارية هي إلى حد ثلاثة آلاف يورو هناك الآن شركات قامت بالفعل بإعطاء الثلاثة آلاف يورو مكافئة وبعض الشركات أعطت نصف المبلغ وشركات أخرى حتى 500 يورو معفية من الضرائب والرسوم مفاوض زود فيست ميتال اللي هو هارالد ماركوت قال إنما تم إقراره وتسويته وشيء مؤلم للصناعات والصناعات المعدن والكهرباء لأنها من الأساس تعاني من مأزق كبير وهو غلاء الطاقة والعمال يعني العمال تحديدا كانوا يهددون بالأضراب فنحن قمنا بضمان الموظفين والعمال لمدة معينة يعني أسكتناهم بزيادات برواتبهم ولكننا سنبقى نعاني وربما نسقط بسبب الصعوبات التي نواجهها غلاء بالمواد الأولية غلاء بأسعار الطاقة والآن زيادة بالرواتب ولو سقطت الصناعات أصدقائي وأغلقت قد لا يكون هناك أصلا رواتب يستلمها الموظفين بهذا الموضوع وصلنا للنهاية إن شاء الله تكونوا استفادية وتحياتي لكم نلتقي قريبا مع السلامة